بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة في جليس يسعدك وفي جليس يتعسك في جليس يفتح عليك أبواب السعادة ويخليك قريب من الله وفي جليس يطفيك ويخليك حاسس بأن انت بيتخصم منك في كل نفس حاجات كتيرة جدا جدا جليس النهاردة حال لما يصيب الإنسان بيحس كأنه بيتراجع للخلف أو كأنه عليه غبار شديد أو كأنه في نور بيطفي هو نفسه بيحس إن هو وكأنه اكسبير يعني بيحس إن هو منتهي الصلاحية جليس النهاردة بيزمنا لما بنقعد معاه لوقت طويل بعد ما نكون استسلمنا أو تعودنا على القاعدة والركود جليس النهاردة جليس معلش هتستغربه من اسمه شوية لكن هو جليس بيحصل وأنا أقول لكم الألفاظ اللي احنا بنستخدمه وتدل على الجليس ده بس هو جليس مهم جدا جدا إن احنا نتكلم عليه لأنه هو بيسري في حياتنا وبيخلي الناس للأسف يعيشوا كأنهم أموت جليس النهاردة اللي نتكلم عنه حاجة اسمها الصدق الإنساني هو فيه بناء أدم ممكن يصدي احنا ممكن نصدي آه ممكن نصدي ممكن نصدي وفكرة الصدق دي فكرة مش بعيدة خارس 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 عن إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشورلين عليها فروا سيدنا عبد الله بن عمر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلوب تصدق كما يصدق الحديد قيل يا رسول الله فما جلاؤها قال قراءة القرآن فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا إن القلوب ممكن تصدق وفي الحقيقة مش بس قلوبنا اللي بتصدق لكن زواتنا كلها ممكن تصدق كل حاجة فينا ممكن تصدق يعني مكوناتنا الخمسة ممكن لعبة من النفس الأمارة بالسوق تخلي جسدنا يصدق تخلي عقلنا يصدق تخلي قلبنا يصدق تخلي كمان روحنا تصدق وبالمرة نفسنا كمان ممكن تصدق فمنحس بالصدق إمتى بقى؟ إمتى بنحس إن إنسان يصدق؟ بس خلينا أقول لك يعني إيه الإنسان يصدق؟ الإنسان يصدق يعني يجد إن هو مش عارف مش عارف يتحرك بعد ما كان شعلت نشاط مش عارف يعيش بعد ما كان حيويته غريبة مش عارف يشوف بعد ما كان صاحب بصيرة مش عارف يختار بعد ما كان سيد قراره هنا الإنسان ممكن يحس إنه بيصدق بيصدق لإنه هو مش قادر يحس بنعمة ربنا بيصدق لإنه مش قادر يعيش شاكر لنعمة الله ولا حاسس إنه هو مليان بالنعم الناس كتير في أيامنا دي حسين إنه هم بيصدوا سعادة هم نفسهم يقولوا عن نفسهم إن إحنا حسين إن إحنا اططفينا أو حسين إن إحنا عجزنا أو حسين إن إحنا ما بقيناش زي زمان عندنا نفس الحب للحياة حاجات كتيرة بتحس وتعبيرات كتيرة بنقولها بيتخلينا نحس إن إحنا صدينا في الصدد خطر؟ آه عارف ليه؟ لأنه بيجعل الإنسان يتآكل يتآكل من داخله فلما يتآكل الإنسان اللي جواك تحس إن إنت ما بقتش إنسان يفضل يتآكل 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 الإنسان اللي جواك لغاية تصحى تلاقي نفسك عايش زي الأموات إيه بقى بيقول لنا إيه اللي بيحصل لنا بنحس إزاي بقى إن إحنا صدينا لما نحس ما نحسس بالله زي تلعبادة وما نحسس بنور الصدد بالله سبحانه وتعالى وبنحس بالصدد لما تكون النعمة اللي ربنا ملأ بيها حياتنا بتمروا قدام عينينا وإحنا مش حسين بوجودها واحد عنده أولاد فمش حاسس بوجودهم واحد عبقري فمش حاسس بنعمة الإجداء اللي عنده ونحس بالصدد لما كمان نلاقي المعاني اللي كانت بتحركنا وبتحفزنا للحياة تاكد تكون مش موجودة بنحس بالصدد لما نستغني عن أحلامنا لما نحس بالخزلان لما نحس بالمظلومية لما نحس بإن إحنا كل الناس علينا وإحنا لوحدنا وكأن كل الناس بتعدى علينا وتدوس علينا لما نبطل نحب الحياة يبقى إحنا حسين بإن إحنا صدينا لما نبطل كمان نحب اللي حوالينا ونحس بجمال نعمة ربنا فيهم لما نبطل نبدع لما نبطل ننتجي لما نبطل نجرب ونقع وما نقدرش نقوم ونبطل كمان إن إحنا نمشي اه كده احنا حسين بالصدى انا عارف ان كتير من الناس هيقول طبعا احنا كتير من انا حسين بكده وما فيش وقت الا وحسين بده ممكن تقول لنا بقى ايه اللي بيخلينا نصدي عشان جايز لو عرفنا الاسباب نقدر نعالجها من اهم الاسباب اللي بتعرض الانسان للصدى ومن اشهراء المال السريع ان الانسان يبقى ملول ملول وملول بسرعة ما عندوش صبر مش بس ما عندوش صبر ده ما عندوش طقطان ان هو يعيش الحياة على طبيعتها اللي ربنا خلقها فيحس ان الحياة عايزها تمشي بسرعة ليه؟ عايز حاجات تتغير طول وقت في عينه وفي حياته لكن وده لا يتعلم ولا يقدر يفهم الحياة ولا يقدر يدوء حلاوة اللي ربنا خلقه وايه اللي نابل الانسان بداه؟ لما نسمع قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرها لا يقدمنا واحنا بنتأمل ايه اللي اصاب الانسان بهذا الملل السريع ايه اللي حصل؟ ادمانه لوسائل التواصل الحديثة ومن كتر ما الانسان اندمج مع وسائل التواصل الحديثة وبيعد عن الانتماج مع البشر ومع الحياة اصابوا الكسل وبيحس بالملل بسرعة شديدة جدا جدا ليه طيب؟ لانه عايز دايما عارف بقى مد من دوبامين عايز حاجة تسيره دايما مش عايز يفكر عايز فعلا يعيش اثاره بس وعشان كده همته بقت ضعيفة ضعيفة في انه يطلب من ربنا المدد والعون ويستمر في الطريق لا هو مش مستمر في الطريق فما يستمرش في المحاولة وما يستمرش في التجربة ما يعملش تجربة جديدة لانه بيقطع حياته بالملل وعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محذرنا من الحالة دي لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمله الحديث عنه ان الله لا يمل ولكن تمله فالملل والعياذ بالله من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يصدي ليه بتخلي الانسان يصدي؟ لان الملل مش زي ما الناس متصورة بيشجع الانسان ويحفزه على انه يتحرك للأسف الملل بيخليه يكسل ويقف ولما الحاجة تقف تصدي تاني سبب بيخلي الانسان يصدي ادمان الضيق يعني ايه ادمان الضيق؟ ادمان ان هو دايما يفكر بالضيق هو التفكير اه في حاجة اسمه التفكير الديق فيه حاجة اسمه الصدر الضيق فيه حاجة اسمه الخيال الضيق فيه حاجة اسمها النفس الديق انه واحد يدمن الديق فيه ناس كتير من كتر ما ادمانه انه هما يعيشوا في الديق ديق الهم والغم والألأ والخوف اعتادوا انه يشوفوا الدنيا الواسعة دايقة قوي فمهاراتهم بدأت تضعف انا كل المهارات وكل النعم اللي عندي استخدمها في ايه ما الدنيا دايقة فخلاص ضعفت مهاراتهم وخلقهم ده وحركتهم تقلت فمن بقاوش يعرفوا تحركوا وخلاص فراتوا في كل حياتهم وبقاوا عايشين في السجن اللي هما نصبون نفسهم الحياة التالتة بقا اللي بتخلي الانسان يصدي الاحساس بالوهن والعجز فكليل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذي اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل اكتر حاجة ممكن تصيب الانسان بالصدى هو احساسه بالضعف والعجز من امتى كان الانسان قادر على فكرة تعالوا نتناقش كده عشان نزيل بعض الشبهات اللي عندنا اللي تخلي الانسان يبرر لنفسه العجز والكسل ويبرر لنفسه الصدى هو ان امتى الانسان كان قادر على حاجة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير احنا مش بنعيش بقدرتنا احنا بنعيش بمدد ربنا والسائل اللي احنا بنمشي فيه بنمشي عشان نشوف قد ايه ربنا بيمدنا كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك احنا مشيين عشان نشوف مدد ربنا ونمشي بمدد ربنا اللهم انت الصاحب في السفر ففي حقيقة واحدة بنعيشها ان اصحاب الهمم اللي حية بيعيشوا حياة منعمة اللي بيعيش بهمة قلوبهم بتنبض بحب النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى حيئة ان عين الحياة هو العيش بلا حول ولا قوة الا بالله العيش الحياة الحقيقية هو اللي عايش بلا حول ولا قوة الا بالله مش اللي عايش بحال ولا قوة اللي بيشوف ان الله سبحانه وتعالى بيمده ولا يعجز ابدا هو ده اللي عايش الحياة الحقيقية لذلك علشان الانسان يخرج من حالة الصدى ويعمل له كده جلاء بدل الصدى دي عارف نتيجة الصدى الطبيعية ايه الكسر نتيجة الصدى الطبيعية ايه وايه التحلل والتفكك فهو عشان يتخلص من الصدى لازم يفتكر دايما انه عبد ممدود من الله عبد مدبر له يعني دايما يتلو على قلبه اليس الله بكافر عبده دايما يتلو على قلبه الله لطيف بعباده فيا عباد الله احنا محتاجين نقوم لان الله سبحانه وتعالى لا يحب القاعدين محتاجين نتحرك واحنا عندنا يقين عايشين بحلاوة قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انسة بعضكم من بعض الله سبحانه وتعالى مش هيضيع عملي استمر حد ده يقول لي بقى اصل الظروف بقى والاحداث وقفة في وشي وما فيش حياة بتساعدني وكل الظروف بتقومني وبتمنعني من ان انا اتحرك ليه بقى كل العبس زلي وما فيش عبس الله سبحانه وتعالى خلق مدرسة هي الحياة دبر فيها كل شيء للتعلم فتح هذه المدرسة عشان الانسان يتعلم كل فنون محبة الله هذه مدرسة نتعلم فيها فنون محبة الله فعشانك ربنا حض مقررات دراسية في الحياة وصنع هذه المقررات بمنهج اسمه التدبير فدبر الحياة وربنا سبحانه وتعالى يسندنا ويعلمنا الدروس فكل مشروعاتك ممولة بمدد الله ورحمة ربنا وحكمته وعشان كده احنا محتاجين نكون رجال رجال من اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فبيحتاجين ان احنا نكون في هذه الحياة عندنا مفهوم الرجولة كلمة الرجولة اللي بيشترك فيها الرجل والمرأة فالراء والجيم واللام مالهم بتعني الحركة وعشان كده فيها معنى الرجل اللي بنتحرك بيها فنسعى لان السعي والحركة ركني من اساسي من الاركان الرجولة فاحنا لما بنتحرك وبنسير بنتحرك ونسير في صحبة الله من اتاني يمشي اتيته هرولة وعشان كده ربنا بيحب ما بيحبش القاعدين لاني هو الله سبحانه وتعالى امامنا استعن بالله ولا تعجز استعن بالله تجده تجاهك امامك فويريدنا ان نتحرك ولذلك احنا لما بنيجي نتحرك بقى بنزيح من قدامنا خمس حاجات بتحصل لنا بسبب الصدى لما نتحرك بقى اول حاجة بنزيح عننا فقد نور الوصل بالله سبحانه وتعالى الناس متصورين انه اذا تحركت هتحرك تجاه المجهول لا 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 لما بتحرك بتحرك في تجاه استقبال وجه الله لكن انت اذا سعيت فانت تقابل المأمول بتقابل الامل اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعه لك تقابل الكريم سبحانه وتعالى من اتاني يمشي اتيته هرولا فانت مش بتتحرك للمجهول انت بتحرك لمن لله سبحانه وتعالى تتحرك لتلقى الله سبحانه وتعالى كريما ودودا وساعتها هتشعر بوصل الله سبحانه وتعالى وبنور الله واذا ما تحركتش متلاقي غير سواد نفسك اللي ايه اقنعتك ان انت ما تتحركش وتخليك عايش في الظلمة تاني حاجة بتزيح الحركة والسعي استصغار النعمة في الابن عارفين الناس بتحبط ليه الناس بتحبط مش لانها لا تملك ولكن بتحبط لانها لا ترى ما من الله به بها عليها به يعني هو محبط مش انه لا يملك ولكنها ولكن الناس تحبط لانها لا ترى ما من الله عليها به الانسان بيحبط لانه مش شايف اللي ربنا سبحانه وتعالى القى عليه واغرقوا فيه من النعم مش هو مش محبط لانه مش حاسس انه ما يملكش لكن لو رأى ما من الله بيها علي اكيد مش يحبط ويستمر في السعي الى الله وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها انت غرقين في نعم الله فاستمروا يحبط ازاي وعنده كل الخير والبركة دي ونزاك الانسان بيفقد قيمة النعمة لما يقف واذا سعى يرى عظيمة نعمة عظيمة نعمة الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة بتزحى الحركة انه يتزحى اننا جلب الاحزان انت وقاعد بتجرب كل الاحزان عليك ما شفت الشيء جالب للاحزان زي القعود القاعدة نفسها تحزن يا اخي القاعد سلم نفسه تسليم اهالي للنفس الامارة بالسوق فالنفس ايه اللي يحصل عدبه تقله بالاوفا ثينجنج وتخليه يفكر تفكير عمال على بطال لغاية ما التفكير دي يستهلكه لكن لو ده حرك هيزحى النفسه ده لانه هيبقى مشغول بانه يستثمر نعمة ربنا رابع حاجة بتزحى الحركة وبيزحى السعي ايه هو تزحى دمور عين القلب القلب دي عين بل الانسان وعلى نفسه بصيرة آه لي عين العين دي بتضمر لما الانسان يوقف لكن لما يتحرك ايه اللي حاصل النعمة دي العين دي بيرجع عليها البصر لان الانسان اذا ما تحركش عينه ما تقدرش تشوف ساعة الله سبحانه تعالى واذا تحرك ربنا سبحانه تعالى يؤسع عليه ودايما انا بقول لكم ان ضيق الرزق من قسر النظر فلا يرى بنور البصيرة فيظل عاجز ضعيف الارادة لكن انه لو تحرك تنجلي بصرته فيرى وسعى الله خمس حاجة الحركة بتزحى عننا جهلنا بنفسنا في حاجات مش هنعرفها عن نفسنا الا اذا عشنا وتحركنا ولذلك اكبر لعبة بتلعبها معنا النفس الامارة بالسوق انها تخلينا نقعد فايه اللي يحصل فما نسعاش فما نعرفش نفسنا لازم الانسان يزيح عن نفسه الصدى اتحرك وزيح عن نفسك الصدى اتحرك وخلي حركتك بغاية خلي سعيك مغموس في الامل ودائما بنقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحلم احلاما كبيرة خليك جاد واستمر انت عبد ممدود لله وعبد ينظر اليك مولاك بنظر المحبة والمدد وعشان كده تعالوا نعمل شوية اجراءات اول اجراء لو طالع عليك فترة الركود وحاسس انك مش قادر تتحرك دور على اقرب عمل لقلبك وعمله على طول اي عمل قريب من قلبك وعمله وما تأجلش حتى لو كانت خطوة بسيطة في اتجاه مدد الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية عود نفسك انك ما توقفش ابدا ارتاح بس ما تبضلش في كتير في دايرة الراحة بالعكس ارتاح وانت ماشي حتى خلي اجازتك مش عدم العمل لكن خلي اجازتك تعمل فيها الحاجات اللي بتحباه عشان ما تحسش بالعكس تحت فكرة انك بتكافئ نفسك بعد جهد ادعوض انك تمشي في حياتك كلها بفلسفة الحل المرتاحل اللي احنا تعودنا عليها وتربنا عليها واحنا بنتكرر حضرت النبي بيكلمنا عن القرآن ان احنا نفضل مع القرآن كالحر الملتاحل كل ما بننتهي نبتدي ونبقى محتاجين نعيش كده في الحياة لازم ندخل في دايرة السعر احنا حتى في العبادة بنبقى حال مرتاحل عشان ما نقفش خالص يعني كل ما نوصل الى نهاية محتاجين نبتدي معها بداية جديدة تارت حاجة ناجي ربنا سبحانه وتعالى ودعوه يخرجك من حالة الصدق دي بس لحالة الصدق دي وحشة قوي 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 ناجي ربنا وقول له قل يا رب اللهم اني ارجوك رجاء من لا مخرج له ولا امل له الا فيك واسألك يا سيدي ان تفتح لي بابا من ابواب حسن الرجاء بك يفتح لي بابا على الحياة في حضرتك حتى اذوق لطفك واذوق مددك فلا انتكس في احباط بل يجلب بل يجلب الفجوة والجفوة بينك واليقين من مددك ترى نفسك غارقا في النعم بين يدي يا رب من علينا دائما بالبصيرة واجعلنا يا رب العالمين في سعي على الدوام واجعل سعينا بابا من ابواب اللقاء معك في كل نفس من انفاسنا يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة نلتقي مع حضرتكم عشان نجيب على اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا فنجيب على اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا عشان نتلقى اسئلتكم ونجيب عليها في كل سعادة بهذه الاسئلة وبتعليقاتكم وكل مشاركاتكم معنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا وتعالوا ناخد اول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا بيقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عايزة افهم مفهوم ملك اليمين في القرآن وخصوصا المذكورين في سورة الاحزاب بيقصد لعلها تقصد او لعله يقصد يا والنبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ومن ملكة يمينك أنا في الحقيقة حاس السؤال كده في حاجة محتاجة أكلمكم عنها في بعض الأحيان بعض الناس يستخدموا بعض المفاهيم الموجودة في القرآن والسنة للعب بالناس ملك اليمين هي الرقيق وفكرة ملك اليمين في الوقت اللي احنا بنعيش بها مسألة تاريخية يعني ايه مسألة تاريخية بعد ما حصل خلاص وحصل الاتفاقية العالمية لتحرير الرقيق وتماما بعد الاتفاقية ديته وصلنا لسنة 1945 وما قبلها خلاص ما بقاش فيه رقيق في الدنيا خالص حتى بعض الأماكن اللي الناس بيوهموا الناس إن الست دي بعض الأحرار اللي بيقبلوا إنهم يتحولوا إلى رقيق ده لا يعني إنهم أصبحوا رقيق وده معنى ذلك ايه لو امرأة ارتضت إنها تبقى رقيق ويه حد عملها كأنها رقيق فوطأها فده اسمه زينة اسمه ايه زينة ما فيش رقيق بالوقت فمسألة الرق بقت مسألة تاريخية كانت موجودة وما كانتش موجودة عند العرب وما كانتش موجودة عند المسلم بس موجودة في العالم كله والإسلام عمل نظام للتخلص من فكرة الرقيق زي مثلا لما واحد يكون عليه كفراء فيبقى فيها تحرير رقبة لما واحد يكون يأذي إنسان زي ما الرجل صفع إنسان فرسول الله أمره أنه هو يحرره يعني إذن كان فيه استراتيجية للإسلام للتخلص من فكرة الرقيق فالشرع ما بي مش حريص على وجود الرقيق بالعكس الشرع متشوف للعتق ومتشوف إنه هو لدرجة إنه جعل جزء من أدعيتنا إنه إحنا ربنا يحررنا وكأنه بيعمل ثقافة داخل الناس لعدم الرضا بوجود فكرة الرق ليه؟ لأن فكرة الرق دي فكرة لا تتناسب مع كرامة الإنسان طب ليه بتبقى موجودة؟ ليه كانت موجودة؟ كانت موجودة لأن ده وضع إنساني كان موجود وجعله الله سبحانه وتعالى تحفيزاً للقيم الإنسانية عشان تعمل وتتخلص من فكرة الرقيق أما وإني ما بقاش فيه رقيق فإحنا لابد إنه إحنا نحافظ على هذه المسألة نحافظ على عدم موجود رقيق إذن هو ما فيش رقيق ما فيش رقيق يبقى إذن ما فيش حد يضحك على حد أو حد يؤهم حد إن ممكن إنسان يعيش مع حد وخاصة جداً 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 مع وجود اضطرابات نفسية موجودة في أتر كتيرة وفي سياقات كتيرة موجودة في حياتنا أنت بتقول كل وضوح أنا بتكلم كل وضوح ففي حد ممكن يستغل لحد إما للإضطراب نفسي أو شيء من هذا القبيل ويشعره بأنه ممكن يعيش مع بعض لأن هي ملك يمين لا هذا كلام كلام فارغ هذا زنا ما فيش حاجة اسمها ملك يمين ما فيش حاجة ما فيش امرأة رقيق الآن خالص إزاي الكلام ده مش هو مش موجود في القرآن موجود في القرآن وكل شيء موجود في القرآن لازم نشوفه طيب ونقط صالح موجودة في القرآن لازم يعني يبقى عندين نقط صالح الآن طيب كتير من الأشياء موجودة في القرآن وهنا لازم يبدوا موجودة عندين الآن لا هذا مما يسمى فيما يتعلق بالرقيق ذهب المحل ذهب المحل يعني إيه كان فيه خلص كان فيه رقيق وانتهى إيه ده يعني ما فيش رقيق دلوقت ما فيش رقيق وبناء على أن ما فيش رقيق ما فيش ملك يمين وبناء على كده ما حدش يضحك على حد في أن ملك اليمين موجود وما حدش يضحك على حد لأن ده نوع من أنواع النصب ونوع من أنواع استحلال ما حرم الله وده بيجمع إلى كبيرة الفاحشة كبيرة كمان التغرير والإقاع بالناس في الحرام أرجو أن الكلام ده يكون واضح لأن احنا مش هنسيب الناس تتلاعب وتسيء إلى المفاهيم الإسلامية اللي هي في الحقيقة كانت مفاهيم طبيعية مبلع عكس مفاهيم وقائية يعني لو ما كانش فيه تعامل مع ملك اليمين كان الناس هتقول إن الدين مش صالح لكل زمان ومكان فهو كان صالح لزمانه أما وقد ذهب محل هذا الأمر وهو بمعنى أن حررنا الرقيق فما بقاش دلوقتي فيه معنى لملك اليمين ينفع يبقى فيه معنى موجود في القرآن ويذهب محله طبعا الله سبحانه وتعالى بيقول إيه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق واحدة قطعت إيديه هيخسل إيديه نرد كده مش هيخسل إيديه ليه مش هيخسل إيديه ما موجودة في القرآن إنه يخسل إيديه آه لا مش هيخسل إيديه مش هيخسل إيديه ليه لأنه ذهب المحل طيب عايزين يبقى فيه ملك يمين مش ما فيش ملك يمين ليه لأن ملك اليمين مبني على مسألة الرق وما فيش للوقتي نساء أرقاء يبقى أخذ ذهب المحل خلاص ذهب المحل يبقى إيه ذهب الإيه ذهب المحل أرجو أن أنا كن وضحت وبينت لأن السؤال صحيح السؤال مختصر ومش باين فيه ده بس واضح أني وراه حكاية وعشان كده لأن كل شواية كل وقت من الأوقات يطلعن هنا حد يتكلم عن هذا المفهوم سواء جاي بقى من التدين الكمي أو من التدين الكمي اللاديني يا جماعة الخير ببساطة خالص اللي عايز يرتكب الحماقة والعايز يرتكب المعصية مش مضطر أنه يرتكب المعصية باسم الدين اللي عايز يحلل للناس الخمر هو يشهد بالخمر ويتحمل إسمها أمام الله اللي عايز يقع في الفحشة يتحمل إسمها أمام الله لكن ما يروحش طيب أقول كده ليه لأننا نتعرض لحالة من السيولة الدينية البشعة الآن فالحكاية مش محتاجة أي مواربة محتاجة وضوح في التعامل وجلاء عشان المفاهيم لا تحتل والمفاهيم لا تستغل في إيذاء الناس السؤال اللي بعد كده بيقول ما حكم الصلاة للسيدة ده في جلباب خفيف الجلباب الخفيف ده هو جلباب في فرق ما بين الجلباب الخفيف الجلبية الخفيفة معروف فيه ستات كده ده بتلبس جلبية خفيفة في البيت في فرق من الجلباب الخفيفة اللي هي ما بتسترش وفيه الجلباب الخفيفة اللي هي أخاف من الثياب اللي بتمشي بيه في الشارع معيار أنه يبقى ساتر العورة عندنا قال لا يصف ولا يشف يعني إيه قال لا يصف قال لا يصف يعني ما مش محزة وقال لا يصف أنه ما يبينش اللون الجلد اللي تحته إحنا عارفين أنها تقسيم جسم ظاهر لكن اللون اللي تحته لو ما ظهرش يبقى ديها ثياب ساتر للعور يبقى المعيار هو إيه قال لا يظهر لون الجلد اللي تحته يبقى هو ده المعيار فإذا كانت هي تلبس جلبية مش مبينة لون الجلد اللي تحتها مش إن أنا شايف كده حاجة كإني لا لون الجلد كإنها مش لابسة كإنها لابسة شيء وكإنها مش لابسة شيء لكن لو إن اللون ده مغطى يبقى صلاةها صحيحة السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا سيدنا الشيخ ليه ورث عند إخواتي وأبويا متوفي بآله 30 سنة طلبت منهم كثير ولا حياته لمن تنادي إيه الحل يا سيدنا الشيخ السؤال ده سؤال مهم لأن إحنا هذا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل اللي ممكن يفضي بالإنسان أنه يقع في كبيرة هي يعني ممكن تكون مش عايزة تعمل إن هي هي محتاجة المال لكن هي لا تريد أن تصل إلى حد إن هي تعمل إيه إن ترفع عضية إذا كان ليس هناك سبيل للوصول للمال وأنت تحتاجين إلى هذا المال وأنت تحتاجين إلى هذا المال وبتسألي هل هي جوز أن أنا أطالب إخواتي اللي منعوا عني المال المحتاجة أنا إليه إن أنا هل يبقى إثم علي أن أنا أصل به وأطالب به بالقضاء لا ليس عليك إثم إيه الحل طالبي بمالك بكل ما تستطيع أن تصل إليه وليس عليك إثم لأن المطالبة بالحق جائزة شرعا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لصاحب الحق ما قال إذا الإنسان عرض المسألة بشيء من الإسرار على ماله وشيء من الحماس وشيء من مطالبة المال بقوة فإن لصاحب الحق ما قال لك أن تفعلي هذا وليس عليك إثم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهد الحال ويسلح ذات البين ويذهب من القلوب الجشعة والطمعة واجعلنا يا ربنا راضين مرضيين واجعلنا دائما نسير خلف حضرة النبي سيد مرسلين يا رب العالمين أكرمنا بالرضا في كل وقت وحين اشتركوا في القناة